الصاروخ الصيني جملة من كلمتين بس الكلمتين عمين قلق للعالم كله ايه حكاية الصاروخ الصيني؟ تعالوا وانا اقول لكم الصاروخ الصيني ده اسمه Long March 5B حل؟ الصاروخ الصيني ده هم اطلقوه من يومين يعني يوم الخميس اللي فات بعد ما اطلقوه زي وزي اي حاجة صيني بتبوص بسرعة توصل لنا هنا في مصر الحمد لله فقدوا عليه السيطرة والصاروخ بقى طايع في خلق الله كده في الهوى المهم الصين بدأتها بكورونا وشكلها كده ناوية تقضي علينا بالصاروخ الصيني الصاروخ الصيني بعد ان فقدوا عليه السيطرة بقى بيلف العالم ومحدش عارف يوقفه لانه بيلف العالم بصورة 27000 كم في الساعة دي كارسة يا اخواننا الصاروخ الصيني يبعد عن دماغنا 264 كم يعني مسافة بين القاهرة واسكندرية مش ده المهم المهم ان العالم كله عايش في رعب من ساعة ما فقدوا السيطرة على الصاروخ الصيني الصاروخ ده لوئع هيعمل كارسة وخصوصا لوئع في مكان مأهول بالسكان الصين سنة 2018 كان لها تجربة زي دي بس ساعتها بركبة الفضاء اللي وقت وقت في المحيط الهادي احنا دلوقتي مش عارفين هي هتقع فين الصين عبارة عن مليار وربعمية مليون بني آدم عايشين في حتة يا دوب صغيرة على قدهم كده تسعة ونص مليون كيلومتر مربع يعني الصين قد مصر من حيث العدد 14 مرة ومن حيث السكان تسعة مرات ونص مش ده المهم المهم ان فيه معلومة بتقول ان الصاروخ الصيني هيعدي يوم خمسة خمسة عشرين واحد وعشرين فوق اسطنبول من الساعة 3.48 دقيقة للساعة 3.51 دقيقة يعني الصاروخ الصيني هيعدي فوق اسطنبول 3 دقايق بحالهم اخر معلومة هنقولها عن الصاروخ الصيني ان هو واحد وعشرين الف كيلو جرام تخيل واحد وعشرين الف كيلو جرام هتضرب بيهم الارض مرة واحدة لا مش مرة واحدة والصاروخ الصيني اول ما يخش الغلاف الجوي مفترض ان هو هيتحرق منه اجزاء لكن الاجزاء اللي باقية كافية ان هي تولع حي بحاله او تدمر مكان بحاله لا قدر الله اتمنى اكون عرفت اوافلكم كل المعلومات عن الصين وعن الصاروخ الصيني ونتقابل في حلقة جديدة من عالم سنوسي وبمناسبة الميلاد سكر اللي هو الشعر ده ان شاء الله انا اعمل مسابقة اول واحد هتوقع مصير الصاروخ الصيني هيكسب عصفور بات جهدية او خمسين جنيه هحاولها له على فضوفون كاش بس لازم الاول تكون مشترك في القناة وكمان تعمل مشاركة للفيديو على ثلاث صفحات اتمنى التوفيق للجميع